النهاردة حلقة خاصة وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة جدا جدا لحضراتكم ولكل أفراد الأسرة لأنها هي عن تخصص دقيق قوي وإنتوا عارفين إن إحنا فيه كأنا يعني بنحب إن إحنا نستضيف القامات الطبية المحترمة اللي بكل تأكيد بتفيد حضراتكم وبتنورنا وبتعلمنا وبتعرفنا حاجات كتيرة قوي إحنا ما بنكونش عارفينها ويعني وده طبعا المطلوب سواء لنا أو لأعز مناملك في هذه الدنيا وهم أطفالنا حلقتنا النهاردة عن طب أمراض العيون ويعني قبل ما نتكلم خالصة وطبعا دفتنا الأستاذة الدكتورة ريهام حلمي لكن قبل ما نعرف بيها عايز يعني أقول لكم مقدمة بسيطة جدا جدا عن حلقتنا النهاردة أو طب أمراض العيون طب أمراض العيون هو فرعة طب اللي بيتعامل مع أمراض وجراحة العيون والمسالك البصرية وبيتضمن المجال ده العين والعصب البصري والشبكية الجسم الزجاجي العدسة القزحية القرانية طبعا إحنا مستغربين إحنا بنقول أسامي دي بالعربي لكنها طبعا بالعربي عند حضراتكم إحنا في الطب أساميها حاجات تانية خالص وبالتأكيد الجفون كمان والجهاز الدمعي كل ده يدخل في نطاق طب أمراض العيون وطب أمراض العيون الحقيقة له تاريخ طويل جدا عندنا كمصريين أو عرب المصريين القدماء عرفوا كتير عن أمراض العيون والأعشاب اللي بتعالجها مش بس كده ده كمان إحنا عارفنا بعض التركيبات الدوائية ومارس أجدادنا القدماء بعض الطرق الجراحية لعلاج حالات مختلفة من أمراض العيون الإغريق اعترفوا إنهم استفادوا جدا من الطب المصري القديم وده بشهادة المؤرخين بتاعهم واستمر ازدهار علوم الطب بشكل عام في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد العراق وطبعا ده كان بالتزامن مع نفس الازدهار في منطقة إيران ووضع الأطباء العرب النظريات وألفوا الكتب اللي استفادت منها الإنسانية كلها كان من أشهر الأطباء في تاريخ طب العيون عند العرب يحنى ابن مأساوية واللي تعلم الطب من والديه وترقى في مهنة الطب حتى أصبح كبير أطباء عصره والطبيب الخاص بالخليفة العباسي رقم خمسة في الدولة العباسية وهو هارون الرشيد ووضع يحنى ابن مأساوية كتابين في طب العيون وهم دغل العين دغل على فكرة مفرد أدغال ومعرفة محنة الكحالين والكحالين هي الصفة أو المسمى اللي كان بيكلموا عنها أو بيوصفوا بيها أطباء العيون والكتابين دول بيعتبروا من أقدم الكتب والمراجع العلمية في المجال ده من أطباء العرب المشهورين تاريخيا برضو حنين ابن إسحاق واللي من مؤلفاته الطبية المقالات العشرة في العين وحكمة العين ومسائل في العين كانوا بيكتبوا كتب مراجع زي المراجع كده بتاعة الأيام دي والطبيب برضو علي ابن عيسى الكحال وده صاحب ده برضو كان من المشاهير قوي صاحب كتاب تذكرة الكحالين واللي شرح فيه أمراض العيون بقى وعلاجها بحسب الوصف التشريحي يعني يمشي كده بالأناتومي أو بالتشريح والطبيب كمان أبو علي ابن أعين وده مؤلف كتاب أمراض العيون ومداوتها والطبيب محمد ابن سعيد التميمي مؤلف كتاب ماهية الرمض وأنواعه وأسبابه وعلاجه والطبيب أخيرا يعني الطبيب أبو علي خلف الطولوني صاحب كتاب النهاية والكفاية في تركيب العينين وخلقتهم وعلاجهم وأدويتهم